السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام التلاميذ والتلميذات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري فيديو ديال داباك يجي بشكل مستعجل بعد البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكويل المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هذا البلاغ يحدد موعد اجتياز الامتحانات الاشهادية بنسبة للأولى والثانية باكالوري إذن هذا البلاغ بلاغ إخباري يحدد موعد اجتياز الامتحانات للمترشحين الأحرى يعني غادي ركزوا للأحرى حيث من بعد مخرج الوزير في الصباح في مجلس المستشارين وقال مجموعة من القرارات من بينهم أنه الناس ديال الأولى باك والثانية باك بحدهم اللي غادي دوزوا الامتحان سألوا التلاميذ والتلميذات اللي غادي دوزوا الامتحان ديال الباكالوريا أحرار على انه المصر ديالهم واش غادي دوزوا الامتحان واش غادي دوزوا الامتحان واش غادي دوزوا في يوليوز هما واش غادي دوزوا في شوتنبر وان كلها تساؤلات غادي نجاوب عليها ان شاء الله في هذا الفيديو وانك هذا الفيديو دائما على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري إذن البلغ هو هذا اللي خرجته الوزارة شوفوا معايا نقرأوا النقطة المهمة والتي تهم نس ديالأحرار تعلين وزارة التربية الوطنية والتكوية المهنية والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية انها قررت عدم السئنة في الدراسة الحضورية لجميع التلاميذة دمشنون اجراء الامتحان الوطني الموحد لنشهادة البكالورية دورة 2020 حضوريا بالنسبة المترشحين المتمدرسين والأحرار يعني بالنسبة المتمدرسين وكذلك بالنسبة للأحرار وكذا الامتحان الجهوي بالنسبة المترشحي الأحرار خلال شهر يوليوز 2020 واجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالورية دورة 2020 حضوريين بالنسبة للمترشيحين المتمدرسين خلال شهر شتنبر. لنك هذا هو البلاغ كي يشرح مجموعة من الامر. هذه كذلك التتم ما دياله كيفاش غادي تم الاجراءة ديال هاد الامتحان. اذا خلاصا نقطة الاولى اجراء الامتحان الوطني الموحد لنشاهدة الباكالورية دورة الفين وعشرين حضوريا. غادي تم حضوريا. يعني في الاقصى. لدوزو الامتحان. لنا ان على واحد تخفيف ديال العدد ديال المترشيحين في شاك اه كلاس. نقطة تانية بالنسبة للمترشيحين المتمدرسين والاحرار. يعني غادي دوزو الامتحان ديال الباكالورية. يفهم كيف الناس ديال المتمدرسين. وكذا الامتحال الجهوي المترشيحي الاحرار خلال شهر يوليوز الفين وعشرين. لنك نعرفه بالنسبة للمترشيحي الاحرار كيدوزو الامتحان الوطني وكذلك الامتحال الجهوي. إذن الامتحال الوطني سيتدوزه مع الناس المتمدرسين في شهر يوليوز وكذلك الامتحال الجهوي سيتدوزه كذلك في يوليوز إذن انتبه على الأحرار سيتدوزه الامتحال الجهوي والوطني كذلك فقش في شهر يوليوز حتى الرياضة الرياضة نورمال ممكن تدوزها بكريم في الأعوام السابقة هذا العام سيتدوزها كذلك في شهر يوليوز في الأخير أتمنى لكم النجاح والسداد وما تنساوش شاركوا في القناة ديالي لأعجبكم المحتوى ضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته